معاً دخل اليوم صباحاً رتلاً للسرطة الأسكرية الروسية يقل هذا الرسط الباق روس وأيضاً الدجنة الأمنية السابعة على نظام الأساس دخلوا إلى مركز التسليل في وقرب مسجد حلال الحدثي في حي الأربعين بدرع البلد دخوله أمسانا بهدف تسليف وقف أطلاق النار وإثمان تنفيذ جنود الاتفاق بعد حادثات جديدة يوم أمس بين نائب وزير دفاع الاحتلال الروسي مع وجهات أبغة درعا هذه المباحثات تضمنت تعديلات جديدة على بنوب الاتفاق الذي أعلمت عنه لجنة التفاوث الأول من أيلوب الجاري تم اليوم إجراء عمليات تسليل جديدة بالمطلوبين وأيضاً تسليم عدد محديد من السلاح الفردي القطيس والمتوسط في مركز حي الأربعين ويجروا أيضاً في مراحل لاحظة وعطت اليوم أمس سيكون هناك تسليل في عدد محديد من السلاح الفردي القطيس في صدر قوات الإغاث وذلك بحضور أعباء لجنة التفاوير في البلد يعني بحضور أي مسافة الرئيسية الجاري شديداً لحضور أي من التجاوبات مثل القوات النظام سيكون أيضاً هناك أربع لقات أمنية في محيط لحياء درع البلد اللحياء التي هدمت لسؤال التواريخ الهامدية التواريخ التقيلة التي أطلقتها من الشيطان السرطة الرابعة والتي فاق عددها 250 طارق أرب أرب من موعدين ودولان بالإضافة إلى نعاط الخلافة التواريخية لكن سيدة أبو أحمود حراني أنت تعلمي أن هذه المرحلة الحالية في درعة كان آخرها قصف من قبل النظام يعني خلال الساعات الليلة الماضية واستمرت لأكثر من أيام هذا التصعيد العسكري للنظام السوري وهذه الفترة أكثر من شهرين والأحداث مستمرة في درعة بين التفاوض وخرط للهدنة ومن ثم تصعيد عسكري هل يمكن القول أن الآن الأوضاع في درعة ذاهبة لخفض التصعيد دائم أم ربما يعني تعود الأحداث مرة أخرى للتصعيد ربما هناك مشكلة في الصوت محمود حراني برع البلد نعم يعني باختصار باختصار اللي سمحت هنا عن تبعات هذه الخطوة نعم قدوم قدوم نائب وزير دفاع دفاع الروسي حقيقة لحل المسألة حالية في درعة البلد واعتقد أنه بس على دفاع الروسي يتحرك بس على في درعة البلد من عسكري أي اتكناة يتم حيث بلقية اللواء عشان لوفا هو من من أبل الاتفاة الأخيرة التي يؤلم عنه في الأول من الأليون الجاري طالب بمزيد من تسسين استلاح طالب بمزيد من الحبادل العسكرية بهذه المنطقة وهذا ما يعني سبق التوسر الأخير قبل يوم من خرص الميليسيات لهذا الاستفاة اليوم هناك خفض تسعيد وهناك محاولة لتسجيل وقفطات النار نعمل ويأمل الأهالي أن تسم هذه القطوة بالخير والسلام وأن يعود ناجحهم إلى دمجاتهم يعني من المناطق التسرير في الأخياء في أرواف سرار أشكرك جزيلا شكر رابو محمود حرار المتحدث بسم جمه أحرار حرار وأرحب مباشرة من غازي انتابة تركية بسيد محمد السكري الباحث في مركز جسور للدراسات سيد السكري أهلا بك معنا إذن نتحدث عن تهدئة وهدن مؤقتة ربما كما ذكر محمود حراني الآن دخلت هناك الشرطة العسكرية الروسية وهناك بنود لهذا الاتفاق الذي كان قد أبرم في وقت سابق لكن الآن يتم العودة إليه مرة جديدة هل يمكن القول بأن المسألة قد حسمت يمكن حل مسألة بالتفاوض في درعا نعم في البداية أهلا بك أيضا للسادة المشاهدين وأيضا لضيوفك الكرام يعني في الحقيقة مسألة درعا إلى الآن هي يعني مسألة معقدة للغاية بسبب التقاطع أو يعني اختلاف الرغبات الروسية من جهة وأيضا الغايات الإيرانية من جهة المغرى اليوم الاتفاق الذي عقد في الحقيقة هو مغاير بشكل يعني الاتفاق السابق نعم في الروح الاتفاق يقرأ منه أنه تم التواقق على إعادة نشر النقاط العسكرية وإعادة سحب السلاح الخبيب وأيضا تهجير الأشخاص الذين لا يرغبون من يعقل هذا الاتفاق ولكن يعني من الواضح أن اللجنة المركزية تنازلت عن مقطع أساسية والتي كانت سبب الخلاف السابق وهو عدد النقاط التي مفرد أن تنشر داخل أحياء درع البلد بدون تحذر عن فسعة نقاط إذ كانت تعويل أو كان الاتفاق أن تنشر ثلاثة نقاط فقط ولكن النظام السوري حينها طلب أن يرفع عدد نقاط إلى فسعة نقاط اليوم نشهد أن لجنة الدرع المركزية وطبعا بعض القصف الهمجي الذي قام به النظام السوري وأيضا بمساندة إيرانية بكافة أنواع الأسلحة على مدينة الدرع في هذه الساعات الماضية باعتقاد وضعت اللجنة المركزية أمام خيارات جدا محدودة وهي الموافقة على هذا الخيار الذي يعتقد لا يوجد أمام هذه اللجنة خيارات أو مساحة حتى للتفكير بخيارات أخرى غير هذا الخيار المطروخ أو غير هذا السيناريو المطروخ فالتالي يعتمد أن هذا الاتفاق الذي من المفترض أن يبدأ الدخول في حيثياته اليوم إذن يمكن القول أو بهذه العبارة مجبر أخاك لا بطل سيد سكري بأن بعد التصعيد العسكري من قبل النظام والقصف المتواصل على أحياء درع البلد بالتالي هو كان الأهالي أجبروا على هذا الخيار بالموافقة على هذه الطريقة في التهدئة نعم للأسف الشديد أستاذ بحامد لا ننسى أيضا أن اللجنة المركزية وكذلك مجلس العشائر في درع والحاظن الشعبية بالعموم في درع قدمت خيارات إلى الجانب الروسي منها التهجير إلى تركيا أو حتى التهجير للأردن ولكن الجانب الروسي على الأقل تقدير وارب أو حاول القول أن الجانب التركي وافق وبالعموم الجانب التركي لا يوافق على هذا الحال بالأطلاق وكذلك الجانب الأردني لا يوافق على أي تغيير ديموغرافي في هذه المنطقة الجغرافية الحساسة بالنسبة إلى الأردن أو حساسة بالنسبة إلى الأمق العربي فبالتالي أعتقد أن اللجنة المركزية وأهالي درع بالعموم وضعوا أمام خيارات محبوضة جدا في النهاية دفعتهم للموافق على هذا الطرح الروسي أو هذا ولكن بالرغم من ذلك لابد أن نقول أن اللجنة المركزية في درع في الحقيقة إلى الفترة عملها السابقة أنجزت عملا سياسيا في الحقيقة متقدم بذلك يعني بتعاضض بين الأهالي من جهة وبين مجلس العشائر من جهة وبين اللجنة المركزية من جهة الأخرى وهذا العمل السياسي سكري هذا العمل السياسي كما تقول بأن اللجنة استطعت أن تبلور إذ صح القول عملية سياسية مع النظام وروسيا هذه العملية التي استطاعت اللجنة لجنة مركزية في درع إنشاءها عملية سياسية مع النظام إلى أين يمكن أن يأخذ المنطقة باعتقادك نعم أعتقد المنطقة الآن ذاهبة إلى تصعير عفوا إلى يعني موافقة روسية إيرانية وأيضا من جانب أيضا موافقة قبل المعارضة السورية على تهدئة النزاع الآن في الجنوب السوري أعتقد هذه هذه التهدئة لا تفيد النظام السوري ولا تفيد الجانب الإيراني بقدر ما تفيد الجانب الروسي وكذلك الأمر تبقي قصائل المعارضة وتبقي أيضا يعني أهالي دارع في مدنهم وفي مناطقهم هذه نقطة غاية في الأهمية وبكل تأكيد ستنعكس في المستقبل على لماذا هو النظام خاسر؟ يعني لماذا روسيا تستفيد والنظام والميليشياتها الخاسر؟ لماذا؟ نعم يعني الميليشيات الإيرانية والنظام السوري بالعموم يعول على تغيير الديمغرافي في هذه المنطقة حتى يكون قادر على فرض سيادته عليها ولكن في حال بقاء المعارضة للنظام السوري في هذه المنطقة يعني أن النظام السوري لن يكون قادرا بالحقيقة لا الآن ولا بعد أيضا السنوات اللاحقة على فرض سيادته على هذه المنطقة ولن يقبل أهالي دارع باعتقادي الخاس خلال المراحل القادمة بأن يبقى النظام السوري في السلطة وسيكون أيضا في الحقيقة يشكل المصدر تهديد على هذا النظام ليس فقط من الصعيد العسكري وأيضا الهجمات الخاطفة ليلا وأيضا على الصعيد السياسي وهنا من المهم من الشر أن جانب الروسي يعني في الحقيقة قال الجانب الروسي إلى اللجنة المركزية لا تسلمون السلاح الذي لا تقاتلون به سلمون السلاح الذي تقومون بقتال نبه فبالتالي لا أعطيب أن اللجنة المركزية أو حتى الأهالي في دارع سيقومون بتسليم نفس السلاح الذي تعتقد السلاح الذي تريده روسيا فبالتالي هذه المنطقة ستتبقى في حالة الآن هدوء ولكن في الأيام القادمة ستشكل مصدر تهديد على المنشيات الإيرانية وعلى قوات النظام السوري بالعمل سيد السكري بعيدا عن التطورات الحالية الداخلية في درعا والأطراف أطراف الصراع هناك تقارير تحدثت عنها بأن هناك أسباب أخرى للصراع في درعا هناك يعني خط الغاز المصري القادم من مصر اتجاه الأردن مرورا بتلك المنطقة درعا باتجاه لبنان هل هذا وارد هل هذا سبب من أسباب تصعيد في تلك المنطقة منطقة درعا يعني في الحقيقة من المهم أن نفرق بين الدوافع وبين الغايات الأساسية أعتقد هذا دافع من الدوافع الذي دفع الجانب الروسي لأن يقوم بحسم هذه المنطقة ولكن هناك غايات أخرى الغاية الرئيسية أن روسيا لا تريد بشكل كامل أن تنتصر الثورة في سوريا ولا أن يكون هناك تغيير سياسي حقيقي في سوريا لأن ذلك حتما سيؤثر على المناطق الأخرى وعلى أيضا يعني الدول العربية الأخرى الآن التي تقوم بثورات سواء في مصر أو حتى في اليمن أو حتى في مناطق أخرى كالعراق وأيضا لبنان هذه يعني الوجود الروسي في سوريا ينطلق من هذه النقطة بينما فيما يتعلق بقضية الغاز نعم يعني روسيا تريد حسم هذه المنطقة روسيا أو حتى إيران تريد الحسم لتحقيق أهداف في هذه المنطقة وأيضا تثبيتها لوجود النظام السوري بها بشكل نعم وماذا عن عوامل أخرى يعني بالنسبة لدول الجوار أو لن نقول هنا الأردن لهناك كانت مناشدة من أهالي المنطقة للملك الأردني لماذا لم يكن هناك يعني خيار أو حل أردني شاهدنا الملك زار قبل أيام وقبل أسابيع روسيا وهناك علاقات جيدة بين المملكة وروسيا هل هذا باعتقادك يساعد في حل حلة الأوضاع في درعة المساعد الأردنية هنا يعني بصراحة من المهم قياس المنطلق الذي تنطلق منه المملكة الأردنية الهاشمية هل المملكة الأردنية الهاشمية تقف مع الثورة في سوريا تقف مع الحراك العسكري وحتى السياسي في سوريا وتغيير النموان في سوريا أو أنها تقف على الحياد مما يحدث في سوريا هناك بأن الأردن تتخوف من مسألة التواجد الميليشياوي على حدودها ومقربة من حدودها هنا تقاطع المصالح معها بينها وبين الأهالي هل يساعد في البقاء هل منطقة وحل يبلور ويساعد في إنهاء الأزمة مع بقاء الأهالي في المنطقة نعم المصالح الأردنية التي تتقاطع مع عدم وجود يعني ميليشياة إيرانية على حدودها هذا لا يعني أنها ترغب بإسقاط النظام السوري على عكس تماما المملكة الأردنية الهاشمية تريد أن يكون هناك على أقل تقدير يعني هدوء على خارقة النزاع في سوريا ولا تريد أن يكون هناك تغيير سياسي في سوريا على الإطلاق يعني حالها كحال أيضا الدول المجاورة ونتحدث عن عراق وأيضا الدول الأخرى في المناطق العربية المناطق العربية بشكل عام والجغرافية العربية لا تريد أن يكون هناك تغيير سياسي حقيقي في سوريا وفي ذات الوقت لا تريد أن تتواجد الميليشيات الإيرانية للأخرى وهنا من المهم الإشارة أن في الحقيقة أن المملكة العربية السعودية وحتى دول أخرى إلى الآن لم تستطع أن تقوم بفصل النظام السوري على الأقل تقدير أن تقطع العلاقات بين النظام السوري وأيضا إيرانية هي المشكلة الحقيقية في سوريا يعني العامل الوحيد الذي يمنع عادة تعويم للنظام السوري هي علاقة للنظام السوري بإيران الأقلية التي لا يمكن فصلها على الأطلاق شكر لكم سيد محمد السكري الباحث في مركز جسور الدراسات كنت معنا من غازي عنتاب التركية عبر خدمسكاي إذن مشاهدين الكرام نستمر في هذه الفقرة بخصوص درعة وما تبدأ به سيد أبو محمود حوراني بدخول الشرطة العسكرية الروسية للمنطقة وهناك حل حل للأمور في درعة بعد تصعيد من قبل النظام السوري والميليشيات الأرانية وقصف همجي وصف بالهمجي على تلك المنطقة وكان هناك تضامن كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في ما حل في هذه المدينة والأهالي هناك وهناك ضحايا بلا شك في هذا القصف للنظام السوري على تلك المنطقة ولكن الآن بحسب ما ذكر المتحدث بالتجمع حوران قبل قليل بأن هناك بلورت اتفاق أو العودة لاتفاق مرة أخرى الاتفاق السابق الذي كان ترعاه روسيا بين اللجنة الأمنية تابع النظام السوري وأهالي تلك المنطقة وهناك بعد تصعيد استمر لأكثر من شهرين بين النظام السوري وأهالي المنطقة المدينة ذاهب إلى تهدئة وربما يكون هناك تصعيد آخر لكن حتى الآن هناك العودة إلى الاتفاق مرة أخرى إذن أصبح جاهز معنا من الحدود الأردنية السورية السيد أحمد المسالمة الصحفي السوري أهلا بك معنا سيد أحمد إذن كما ذكرنا هناك العودة مرة أخرى لاتفاق التسوية أو الاتفاق بين الأهالي والنظام السوري حدثنا عن التفاصيل في بنود هذا الاتفاق الله يبركاته لكم وليسا المشاهدين الذي حصل هو أن روسيا وجهت تحديد مباشر إلى اللجنة المركزية ولجنة التفاوض إلى أهالي درع البلد إما القبول بتسويات بضمانة روسية أو معركة عسكرية كبيرة بقيادة روسية ضمانة روسية أو قيادة روسية هذا كان الرسالة التي وجهت ضمانة أو معركة برعاية برعاية روسية مع النظام والميليشيات هذا ما تريد قوله سيد المسال نعم روسيا هي كانت تتحدث مع لجنة مفاوضات درع لن التفاوض درع وللجنة المركزية بأن إذا لم يتم الاتفاق أو تنفيذ الاتفاق بضمانات روسية سيكون هناك معركة وحرب بقيادة روسية تشمل القوات هل يمكن أن تذكر هذه البنود هل يمكن أن تذكر مرة أخرى بهذه البنود البنود التي يتم الحديث عنها وإنشاء تسع نقاط للأجهزة الأمنية وإضافة لقوات النظام كل نقطة فيها من العشرين إلى خمسة وعشرين عسكري بسلاحه الكامل إضافة إلى سيارة مدرعة ورشاش على هذا الحاجل تسع نقاط يتم اختيارهم في الأيام القادم هناك بعض النقاط التي تم الحديث عنها أهمها حاجز البريد وأيضا حاجز دوار الكرك والكازية بحيئة المنشية ومسجد بلال والجمرك القديم بالإضافة إلى تسليم كافة أنواع السلاح الخفيف والمتوسط واليوم تم تسليم السلاح الخفيف والمتوسط وهنا قوادف أربجي بكل أسف تم تسليمها تسوية أوضاع المطلوبين وكلمة المطلوبين تعني بأن الجميع مطلوب إلى هذا النظام تسوية أوضاع المطلوبين من العسكريين والمدنيين أيضا ومن يرحب هذه التسويات يتم تسفيره وتهجيره إلى خارج مدينة عفظة يتم تهجيره إلى خارج مدينة الدرعة بالإضافة إلى أسماء لا تقبل تسوياتهم ويتم تهجيرهم معددهم ثلاثين شخص بالإضافة إلى ذلك هناك انتشار العصابة للأسد كما ذكرنا وتسليم السلاح تفرض على المشقين والمطلوبين الاحتياط بمراجعة أو يعني العودة إلى تكناتهم العسكرية والتفتيش وقيام قوات النظام بالتفتيش برعاية أو بوجود الضامن الروسي بل الشريك الروسي بوجود الشريك الروسي إلى على المنازم ومن يتم القبض على قطعة سلاح عنده يتم محاكمة وتحويل المحاكم أيضا من يسير الأدب كما تقول من يسير إلى النظام وأجهزة النظام يتم محاسبته وعدم خروج المظاهرات ورفع العلم السوري فوق الجامع العمري وبعض المواقع والنقاط العسكرية لهذا النظام وأيضا من الشروط المجحفة هو عدم ذكر أي انسحاب لقوات النظام وهذا ينخرط في موضوع أن النظام عندما يسيطر على الأحياء السكنية ويضع النقاط فأنه لا جدوى من محاصرة مدينة الدرع بل ستبقى الميليشيات الإيرانية في جنوب مدينة الدرع وهذا يضمن بأن هذه الميليشيات والشيعية لن تقوم بإفشال هذا النظام لأنها ستبقى في المزارع والمناطق التي كانت تحلم سيد المسال ما ذكرت بأن روسيا هي شريك إلى جانب النظام وهنا ما طبيعة الشراكة لأنه كان هناك قصف عنيف همجي على تلك المنطقة بينما روسيا اليوم تدخل بالشرطة العسكرية إلى هذه المدينة ما شكل وطبيعة هذه الشراكة الروسية مع النظام السوري النظام السوري هو فقط اسم موجود بأنه يسيطر أما من كان يقوم بجولات المتفاوضات والمباحثات ويضع الشروط هي روسيا من هدد بموجود الميليشيات الإيرانية وتمكن من استجلابها ووضعها في مكانها الآن هي روسيا عندما هددت باستجاب الميليشيات الإيرانية إذا لم يتم تسليم السلاح الذي ضمنها وجود السلاح بين أيدي الشباب هي روسيا بال2018 والآن تخل بهذا الاتفاق وتسحب هذا السلاح الذي ضمنته روسيا بال2018 روسيا شريك بكل شيء التي تقف متفرجة على القصف وتقف متفرجة على الصواريخ التي كانت تمر فوق رأسها في مدينة الدرعا هي شريكة عندما نشاهد روسيا هي التي تفرض الشروط وتقول بأن المعركة ستكون بقيادة روسية هذا يؤكد بأنها شريك وليس ضامن وليس راعي وليس وسيط وهذا الاتفاق والعودة مرة أخرى إلى ذاك الاتفاق يعني هل يمكن القول بأن الأهالي أجبر على هذا الخيار وليس هو بمسألة هناك مساحة يمكن اللعب فيها أو التفاوض مع الجانب الروسي والنظام من قبل الأهالي واللجنة المركزية لو كان بالإمكان أفضل مما كان لكان ذلك ولكن هذه الشروط المجحفات قبلها الأهالي بكل قسوة وبكل صلابة بكل قسوة وصلابة نعم عضوا على الجراح كثيرا وقبلوا بهذه لأن سبعين يوم لم يشاهدوا من يقف معهم إلا البيانات الرنانة والحديث ومن خرج بإعلان النصر لهم وتمنجل بنصرهم من عدة أيام وهم يعلمون ذلك تماما بأنه أثر عليهم كثيرا لم يكن هناك خيار أمامهم إلا ذلك نتيجة هذا العظمة بهذا القصف العليم 76 يوم من القصف إلى هذه لم تفتح المعابر والوضع الإنسان الكارثي الذي حصل والتشريد الأهالي هنا وهناك وعدم موجود أي بديل للطلاقات التي كانت تخرج واستنزافهم بحرب استنزافية استمرت 70 يوم أدى إلى هذا الوضع نسأل الله السلام للجميع قدر الله ما شاء الله اللهم أمين لكن سيد المسأل ما أخير معك بالجانب الإنساني هل تعتقد بأنه ستحل الكثير من المسأل الإنسانية والأزمة الإنسانية في درعا بعد هذا الاتفاق ستحل الأزمة الإنسانية كما هي موجود الحال في باقي المناطق لا خبز ولا كهربا ولا مني هذا وحال مدينة درعا وكل المناطق التي يسيطر عليها النظام الوضع الإنساني في الشمال السوري أفضل من الوضع الذي تسيطر عليه قوات النظام في سوريا هناك طوابير الغاز وطوابير الخبز موجودة الطحين غير متوفر ولا يوجد محروقات بمحطات المحروقات وكان الله بعون الذي لا يحمل بطاقة الكترونية في سوريا على كل حال أشكرك جزيلي شكر سيد أحمد المسالمة الصحفي السوري كنت معنا عبر خدمة سكايب من الحدود الأردنية السورية